السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بافضل حال وصحة وسلامة. وحلقة جيدة عن ازاي يحمل ملف او اللي هو مش قابل للطباعة يعني رافض موضوع الطباعة. لو زي الملف ده هنلاحظ اللي هنا مفيش طباعة. ولو جينا هنا مش هنلاقي فيه تنزيل مش هعرف هنزله غير لما شوفوا على الموقع اللي هم حطينه او مسلا خبر زي ده جديدة زي كده اي ملف عن متى مش هعرف هحمله او هعرف اطباعه. فالنهاردة ان شاء الله في حلقة سريح هسيبه لك اسفل الفيديو يعني هاتزاي هتعمل اه تطبع او تعمل تحميل للملف ده. خلينا وليكن هنحمل الملف ده. يا ريت لو اول مرة تبانى في القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اه اولا ما بدأين هنا قدل الملف اولا انا عاوز احمله مسلا. هنا مش هلاقي اطباعه ولا اي حاجة. هخش اول حاجة هعمل على التلات شرط اللي فوق. وهخش المزيد من الادوات. يا ام هتغط اه كنترول شفت اي زي كده. وضع المطورين او المبرمجين يعني بمعنى اصح. وهاجة خش تاني واحدة هنا هاي? زي كده. هكون انا سيب لك الكود ده اسفل الفيديو. هاخده كده. كده انا خدته نسخ. قبل ما هضيفه في النسخ وكده اتأكد اللي انا فتحت الصفحات كلها. يعني اتأكد الاول لازم انزل لكل الصفحات تظهر معايا بحيس لو انا لو ضفت الكود على طول. هينزل الصفحات دي بيضة ما فيهاش اي بيانات خالص يعني. كده البيانات كلها تفتحت معايا الصفحات كلها تفتحت تمام? ما فيش اي مشكلة. هاجي هنا في الاسفل. واحط الكود كنترول في على طول وانتر. نلاحظ كده هنشوفه عملية التنزيل هينزل ولا ايه الدنيا? وزي ما اللحظه كده اللي هو بدأ تحمل معانا اسفل. هنجو نفتح. هلا هو فتح معانا واشتغل وما فيش اي مشكلة. ادي الملفة الفتح معانا وما فيش اي مشكلة خالص. كام صفحة هما? كام سبعة وستين تقريبا? ادي سبعة وستين معانا مفتوحين معانا وفيه تحميل وفيه اطبع. بس ده كانت الحلقة فارت ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وتعليق آآ صغير منك بيشجعنا اللي نقدم المزيد من الفيديو هدي. وشكرا.